السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أخواتي وأخواني أسعد الله صباح الجميع طبعا ربنا سيدكم جميعا أخواني وأخواتي اليوم هنأخذ الرد على الاستخارة بتاعة المبارح بتاعة الخميس هتكون جزئين فيه جزء أول وفيه جزء ثاني هو الجزء الثلاثة وعشرين الجزء الأولاني والجزء الثاني يعني الأسماء اللي مش هبتطلع بهذا الفيديو هتلاقوها بالفيديو الثاني هما فيديوهين مع بعض الثلاثة وعشرين الجزء هما الثلاثة وعشرين فيه جزء أول وفيه جزء ثاني يعني اللي اسمها مش مطلوع اللي مش طلع بهذا الفيديو هتلاقي اسمها بالفيديو الثاني تمام طبعا أبدا دائما وأبدا نقول لا يعلم الغيب إلا الله والله أعلى وأعلم طبعا أنه إحنا بنتكلم على شيء كثرة الدعاء هو اللي بغير الرد القضاء والقدر بيكون مثلا ربنا كاتب على وحدة مثلا أنه هي هتتطلق أو أنه هي هتتزوج كثرة الدعاء ديها مثلا أنا بقوله أنه فلان هتتطلق أو فلان أنه هي هتتزوج كثرة الدعاء بغير هذا الشيء تمام الدعاء هو اللي بغير الرد القضاء والقدر والدعاء هو اللي بغيره يلا نبدأ زي ما قلت الأسماء اللي هتطلع بالفيديو هاي اللي مش هتسمع اسمها بالفيديو هذا هتسمع اسمها بالفيديو الثاني هما فيديوهين وراء بعض جزء 23 الجزء الاول من 23 والجزء الثاني برضو من 23 تمام اللي ما سمعت اسمها هنا بتسمعوا بالفيديو اللي وراه على طول تمام يلا نبدأ طبعا هذا الرد على الاستخارة بتاعت امتى يوم الخميس نبدأ اول شيء في روناء بالنسبة لا روناء يا روناء بالنسبة لا رامي رامي في محبة موجودة نعم اما بالنسبة للخطوبة هو غير جاهز للخطوبة الان لكن في محبة ظاهرة فعلا نعم في محبة من الطرفين طيب بالنسبة لاماني محمد طبعا اماني محمد طبعا ايضا لا يعلم الغيب الا الله والله اعلى واعلم عندك خطوبة باذن الله تعالى هتكون في السنة الجديدة بس امتى انو شهر الله اعلى واعلم الخطوبة واضحة تمام في السنة الجديدة وللم عند الله أنه خطوطك هتكون من واحد ليس قريب طيب بالنسبة لا هلا ولا هلا ولا مرحبا هسيرة حبيبتي أنت بالنسبة لزينب والنضال متى الرجوع وهي مش محدد بس هيحصل كنام بس ليس الآن لأنه الآن العملية متوترة بسبب مشاكل موجودة هو ليس الآن مش واضحة مش واضحة الرجوع بالنسبة لصارة صارة لأن عند الله يصارة صارة في زواج على السنة الجديدة بإذن الله تعالى نعم في زواج لكن أيضا مش محدد الشهر امتى مش محدد هذا الشهر إن شاء الله أن يكون في زواج وتيجي يتفرحينه بإذن الله تعالى نقوم في شهر ستة سبعة المهم أنه هو موجود فيه غيومي غطت عيوني الخطوبة ليس هذا الشهر برضو وهو يعتبر خلص إحنا في شهر اتناشة بنات يعني خلص خلصنا يعني إن شاء الله هندخل سنة جديدة يعني السنة الجديدة إن شاء الله يحصل لك فيها خطوبة ولا هي مش موجودة بس فيها خطوبة بإذن الله تعالى طبعا تنخطب وتفضلوا معاي مش تنخطبوا وتمشوا طيب هم كبير وربي عظيم بالنسبة لسمية وطليقك وفي مشاكل موجودة وحاصة مشاكل كبيرة جدا وانت تعرضت إلى ظلم كثير طبعا الله أعلى وأعلم بالنسبة للرجوع هو في رجوع برضو انتظري عليك الانتظار على فكرة رجوع يا بنات الانتظار عليكو الانتظار في رجوع ولكن ليس الآن ماشي بالنسبة لميدو موشا ميدو موشا ميدو موشا الخطوبة بتاعتك برضو مشي الآن مشي الآن في خطوبة قريبة السنة إن شاء الله يكون فيلك خطوبة يا ميدو موشا إن شاء الله هتكون موجودة بالنسبة لسالمة سالمة وعادل سالمة أو عادل في محبة بناتهم في محبة موجودة ولكن سبب منع الخطوبة في عيون موجودة هو مش سحر هي العيون هي ساعة العيون بتبقى مر من السحر في عيون ممكن هي اللي بتمنع الزواج عرفت حبيبتي ممكن في عيون هي اللي بتمنع الزواج تمام يا سالمة في عيون ممكن هي اللي بتمنع الزواج في عيون بتبقى زي السحر في عيون موجودة على الطرفين يريت أنتوا تفتحوا صورة البقرة أنتوا الاثنين وإن شاء الله والمعوذة تقرها الصبح وبالليل باستمرار ورشوا مياه وملح وقولي العادل برضو وإن شاء الله يحصل بناتكم توافق ويحصل زواج هو منع الزواج هو عيون اللي موجودة عليكم هو مش سحر هي عيون موجودة عليكم أنتوا الطرفين إن شاء الله يحصل خطوبة يا الله يا رب نرمين إلى الجزائر نرمين الجزائر غنية بالنسبة لنرمين الجزائر بالنسبة للعمل هو الآن ما لا يوجد عمل الآن انتظري ممكن بعد هيك إن شاء الله يكون فيه وهراني شيما بالنسبة لرؤوف مش هيتكلمك بشهر جانفي مش هيكلمك بهذا الشهر هو يحصل كلامه ولكن ليس بهذا الشهر ملكة ذاتي بإذن الله تعالى الأيام الجاي هتكون فيه سعادة تنتظرك بإذن الله ربنا يجعلي السعادة دائما في طريقك انتظري فيه سعادة قادمة بإذن الله الصبر يا بنات كل شي بيحصل بالصبر بإذن الله تعالى ماشي ملكة ذاتي انتظري وإن شاء الله ربنا هيعطيكي ما تتمني وربنا يكتب لك السعادة الأيام الجاي إن شاء الله السعادة تكون للجميع يا الله يا رب ناسة ناسة اللي هي أنيسة بالنسبة لأنيسة هو موجود لك الزواج ولكن هو موجود لك الزواج بس برضو مش هذا الشهر في لك زواج واضح جدا بس مش هذا الشهر أصبري زواج يعني العلم عند الله لا يعلم الغيب إلا الله زواج واضح جدا جدا أصبري إن شاء الله في لك زواج بس أصبري ممكن بعد ثلاث شهور أربع شهور مو من عليك الصبر بالنسبة للوردة البيضاء بالنسبة للوردة البيضاء هو بيجي خطاب كثير نعم يوجد خطاب كثير للإسم اللي انت ذكرتي هناك في خطاب كثير بس ما بيصير لأنه ليه ما يصير لأنه في عيون حسد موجودة في عيون حسد موجودة ولكن في خطوبة قريبة حتكون لها بإذن الله تعالى في خطوبة قريبة حتكون لها بإذن الله تعالى وبالنسبة لأنه بيجي لها خطاب كثير ياريت هي تتقرب من الله أكثر وتخليها على طول الأذكر ومعوذات الصبح بالليل خليها قريبة من الله على قد ما تقدر تكون هي قريبة زي ما بنحكي هو النصيب بتاعها لسمائجة ولكن فيه خطوبة لها جميلة جدا وعيون الحسد طبعا موجودة عشان هيك بحكيها خليها تتقرب من الله تعالى أكثر بالنسبة يا رب مليش غيرك انجي بنت ثورية طبعا انجي فيه خطوبة لكي قريبة انت أيضا أنا قلت لك أنه فيه خطوبة ما حصلتش فيه الأولى فيه واحد ثاني هيجي تتدملك وتفرحي إن شاء الله وتيجي تفرحينا بإذن الله تعالى ناشي يا انجي دلوقتي يا بنات الاستخارة بتاعتها ما تلعطش هتلاقيها في الجزء الثاني يعني بعد الفيديو هذا فيه جزء ثاني تمام؟ بعد ما يخلص هذا الفيديو فيه تكميلة فيه الجزء الثاني للأسماء اللي هي ما ظهرت يعني الأسماء اللي مش موجودة هنا هتلاقوها بالفيديو الثاني تمام؟ التكمل عن الوردة البيضاء انتين ديكتلت استخارة تقريبا موجودين في الفيديو الثاني أخذنا واحدة تكملتها بالفيديو الثاني اللي ما طلع اسمها هون يلا بسرعة على الفيديو الثاني يلا